السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وصلاة والسلام على خير خلق الله مرحبا بكم في الفيديو اليوم كما راكم تشوفوا هنا يعدنا الماكارون عندي بزاف من صورة الفيديو هذي بغيت نديلكم الماكارون بكل أسرار تحم بالطريقة بالتفصل بالصحة ماشي باللوز هي هذه الوصفة تصلح باللب بودغة اللوز بصحة ندرتها بالكوكا وشوفوا كيفها جوا الله يبارك جوا كأنهم مخدومين باللوز فارغين من الداخل ويتعلكوا شدين روحهم مرطبين باهين كلش هنا نبدأوا على بركة الله نقولكم بطريقة كيف نديروا باش نتحصلوا على بودغة الكوكا وفدار بلا ما نشري وهذه كنشيوات جي فيها واحد الرحة هكا نديروها فدار ونتحصلوا على كمية لبس بها نجيبوا كوكا وقشر عادي 500 قرام حمصتها على نار هادية خليتها هكا باللون هذا الصفر مهم يتنحى منها لقوت على الكوكا وخضر برك بعد نولي نقسمها على ثلاثة نبدأ نرحي كلها كونتيتي قبل ما تبرد طول تكون دافية كلها كونتيتي نرحيها مع مغرفة عنشا بعد نصفيها ولحرش هذك اللي نرحيه نزيد معاها الكوكا وحب ونزيد نرحيه نزيد له ثاني مغرفة عنشا ونرحيه ولحرش هذك نبقى نعود نرحي فيه لكسرت لمو كامل الخطرة الأخرى ندير له مغرفة عنشا ومهم 500 قرام متاع كوكا تجي معاهم مغرفة عنشا هكا نحي لرطب هذك نخليه يبرد نديرو فريجي دار باش نبقى نستعملوا القهواجد هنا نروحوا للبيض عندنا 95 قرام بتاع البيض بيض بيض يكون بدارش تاع حرارة الغرفة نديرهم يطلعوا سواء بالباتوغ ولا بالبيض مهم نبدأ نطلع في البيض بيض هذك معا الرشاة تاع الملح كي يقول لك الرشاة تاع الملح ماشي ماشي ايسانسيال بالصحان نديرها تعاون بيض البيض باش يطلع ما متعدل لي القوبين الحلاوة والملح بعد نزيد لها ميات قرام تاع الشكر ثمول سكر احرش عادي هذك نسكروا به هذك الميات قرام شته هجات في الكاس وين لاتخاس هذك هني كنت نوريز ورجع لها فيديو شوية وين هذك لاتراس نقصة شوية هذك هو ميات قرام تاع سكر حرش من المستحسن تستعملوا الميزة نحيا بعد نزيدو نطلعو حتى نتحصلو على هذا اسموه منقار العصفور لازم تطلع عنا ميوغانج كاملة عفوا في هذي المرحلة كتحصلنا على الميوغانج هذي تحصلنا على منقار العصفور نولي نزيد الكولوران تاعي هنا باش تديرو من المستحسن كلها خطرة كتبغيوا تديرو مشي تحكمو تقسمو نبعت كولوري وكلها كونتيتي خطر ماهم بعد كي تزيدو لها الكوكا والسكر غلاس راحين مشا حينجي كل كميات متساوية من مستحسن كلها لون تخلطوه وحدو كيما هكا كمان يندير انا درت هنا الماف ودرت الغاز درت تسعين قرام تاع البيض خمسة تسعين قرام تاع البيض خدمت بهم هذو الماف الغاز ومبعت زيت درت خمسة تسعين قرام وحد اخرى خدمت بهم الماف نخلطو حتى متحصلو على اللون اللي بغينا لها نفتح واء على بغينا ايضا لأبودغ في الكوكا واللوس لم تستعبو للابودغ لولوس وتحضبها ولا تحضبها بطريقة هذي في الطارب و النفس الطريقة للكوكا واللوس هنا ملان تحت 100 غرام للأبودغ في الكوكا واللي كنا خليناها بردت سفينا وخليناها بردتت نزيد لها 160 غرام للوس ونطقها بلاش فلاش واغ يجب ان اضعوا في الجامعة لابدر الكوكا والخير نستطيع الى كوكا نضع 100 اكتب الى الكوكا لان كان حرش ثم نضع صفايا اضعوا 105 اكتب الى الكوكا و ثم نزيدو لها 160 جرام تاع الشيكخي غلاس نرحيوهم فلا شواخ ثم نفوتوهم في الصفية هناك نروحو باش نديرو هاذ العمليات تاع الماكاغوناج هاذي هكي اسميوها مو 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 ما نديروش الكمية تاع الكوكا والشيكخي غلاس هذك ضربة وحدة نقسموهم على ثلاث مرات ولا ربعة نديرو كمية نصفوها نديروها تقدروا تصفوهم كامل وبعد تفرغوا بشوي هي بالمستحسن نديروها بصفايا خير باش يتوزع لكم كامل حبيبات هكا لقاك على هذا الخاليط تاعكم طعبيض البيض والسقر تبدأوا تخلطو كما يخلط هنا من الفوق للتحت وبعد تديرو خط في الوسط هكا باش تدخل في بعضها تفوتو من الفوق للتحت براحة بشوية برك في عقلكم ما عندو ما يزربكم الحاجة كي تتخدم بالعقل راهي تجي راكزة وتجي صالحة ان شاء الله باذني الله من اول تجربة راح ينجحو لكم نكملو نزيدو نعاودو نديرو لعب اختي الثانية نزيدو نخلطو بنفس طريقة من الفوق للتحت ونزيدو نديرو نعبزو في الوسط هكا باش تفوت مليح نبقى وغير بشوية اني ما سرحت لكمش لا فيديو باش تشوفو كيف شاني نختم بالعقل طول هكا حتى نكمل كامل كمية تاعي كيما هنا كم تشوفو فالخاليط مازالو حرش بعد كنكملو كامل لازم يبقى ان يليس خاليط الثاني ويمليس لانه هذه العمليات على الماكاروناج لو كم تذربوها، ولا تفرغوا هكا حسن تفرغوا الكوكا والسقور كامل وش راح يدير هذه الفقه لكم، تخلطوه كامل وتخلطوه بسرعة، الى خاليطكم بعد كنه ما تحصلوش عني مكارون كيما لازم هنه شتو هذك الحرش اللي بقى لي فصفيا اي نحيتو واحد لخلطها كوكاو ثم اجبتوا تقليطها فضعتها في طفل أو شادو ثم ينبطيها لازم تشكره وتفوت العربة للكوكاو ثم ينبط لحق في بيض البيض كما ترون هنا كما تستخدم الخليط على الماضي تكمل الخليط على الماضي مع الأدران. ثاني كولوران تقدروا تستعملوا بودغ ولا سائل صح ما تستعملوش لاباتاغان لانه فيها هي فيها سكور جيكلي مع السلاحكا قادر تفزد لكم لاباتاغايت تاعكم بصح الكولوران ليكيد يصلح ديروا ليكيد ولا غبرة لو كان نديروا الكولوران في المرحلة هذي ونبغي ندخلوه مليح قادر ما يتجنسناش مليح مع الخاليط وثاني قادر يهبطن الخاليط التعنيع اللي هنديروه قبل ما نزيدو هذا ملح يسعى اللوس والكوكاو وشككلاس كما راكم تشوفو هنا شوفوا الاباتيه هنا راهي بزات ترجع رطبة مش كماع اللول كانت تحرشه ثم هنا راهو جنس مليح هذيك الاباتيه اللوس والكوكاو جنست بيان مع البيض طع البعض كما راكم تشوفو تحصلوه على خاليط كما هذا ميجيش سائل طول وميجيش شادروحو متقدراش تهبطيه ثم نفرقها في مرحلة نقصها غير قليلا ونفرق ورق الشمع ورق الزبدة وكما هنالي قمت بها نشرت واحدة بخمسة وثلاثين فكسمتها على زوج كما هنالي جيني كبيرة على البلاتو فكسمتها على زوج ودرت على زوج مضعت هاي لا ثم ما تلزق وشو تقدري تغسليها تستعملها شحن مرة كما كم تشوفونا تحكمو تديرو تعبضو في نفس البلاثة حتى نتهبط هذيك كاين بزاف يقولك ديرو شوية ما في صبعكم وهبطو هذيك اللي تجي من الفوق عادي ماشي شرط هيتهبط وحدها ديروها في غرفة تكون مغلقة ما يكونش فيها الكورندير وما تكونش باردة تكون في غرفة مغلقة وخليوها ساعة لازم ندير واحد القشرة من الفوق فهمتوني كيفه لازم يدير واحد القشرة من الفوق باش نروحون طيبو هنه يروحون الفور لكان الفور تاعك فنتيلي طلعي مية وخمسين دراجة مبعت تخليه يسخن مبعت هبطي مية واربعين ودخلي البلاتو تاعك طلعيه الفوق لكان فنتيلي يديرك من خمسة عشر عشان يدقيقه الماكسيموم كما قلت لكم مية وخمسين دراجة مبعت هبطو مية واربعين دراجة وطلعوا البلاتو تاعكم الفوق لاغ غيل تطلعوها الفوق وطيبو كما كم تشوفو هنا لكن عندكم الفور تاعكم ماشي فنتيلي كما تاعي وش تديرو ديرو درجة حرارة متوسطة يسخن لكم الفور بعد هبطوها ديروها ماشي ماشي المنخافضة طول تجيبين المتوسطة والمنخافضة بعد تطلعو الفور تاعكم الفوق وتخليوها محلول تطلعو لاغ غيل تاعكم الفوق تحطو فيها البلاتو وليس ميجي الفوق ميجيش يتلامس مع النار هكا كيزر بيطيب لكم من تحت وتبقى الحبة هذيك ماشي 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 شدارو حاملة الفور تاعكم شقوش ويخليهم شقوق احيد ديركم نص ساعة خمسة واربعين دقيقة كيوالو على نار هادية خليوهم في عقلهم متقلقوش عليهم يطيبو لكم يجيو ماشاء الله كي ما راكم تشوفو هنا يا جاو ماشاء الله عندكم كي تاستي وديرو حبة تاستي و هنحيوها كي ما هنا كي ما نادرت هذي شدوها نحيتها بعد كي شتها ما زال ما ما طابتش عوطو رجعتها كيت شتها هي طابت ما الاخرين طابوا في الوقت اللي كانوا يطيبوا فيها انا وجيت القاناش تعالي للزق به درت القاناش وشوكولات بلون وش درت مئات قرام تاع لاكخام فخاش تغلي فوق النار لاكخام فخاش عادي هذيك حتى اللي نطيبوا بها هي تغلي وانا وليت درت لها لها لغام تاع القارس وقطعت مئات قرام تاع شوكولات بلون وزدتها عليها هي سخونة بعد خلطتها لكي نشتوها ماذا بتسيدو رجعها فوق النار شوية برك حتى نزوب هذا ما كان بعد ديروها هنا زلت لها واحد المغرفة صغيرة تاع المارغارين بعد ديروها في كونجيلاتور تبرد زو سوايع وللزقو بها لازم تبردو مينموم زو سوايع او لا خليوها تبات بعد خلطوها او لصقو بها لاني جاتني شوية ذايباني ما صبرتش عليها مازال ما جمدتش مليح وانا قدرتها تقدروا تديرو لعك 5 شنطية بصح ما ننصحكمش بها لانو الحبان بعد تولي تزوب غريضة كتورة حين تستعملوها هكا لزيين ليتاك انا موفاك نزيين بهم ليتاك تنديرهم عادي يعني بصراك حين تستعملوها للاكل من المستحسن تديرو لهم القناش وشوكولات باش يبقوا شدين رواح مليح وهكا اللي حقنا نهاية الفيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا مليح ويكون شرح تاعي كافي ووافي وتجربوهم وينجحو لكم وإلى اللقاء إلى فيديو قادم بإذن الله سلام ترجمة نانسي قنقر